موسيقى أهلا بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد لهذه الليلة موسيقى الصراع على شرعية بين فتح وحماس يتفاقم بعد حل المجلس التشريعي المجلس يندعو الأهلية عن أبو مازن فإلى أين سيصير الخلاف قرارات تعزز الانقسام وتكرس الانفصال بين غزة والضفة هل يبدأ مسار تصفية القضية وتضيع سنوات المقاومة والنضال لصالح الخطط الإسرائيلية مساء الخير تمعن إسرائيل في إجرامها ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتهجيرا وسلبا للأرض وسرقة للهوية ومزيدا من الاستطان والتهويد حيصارا وتجويعا ومحاولات إخضاع يصمد الفلسطينيون أمام إسرائيل حتى لو استشهدوا فذلك عندهم نصر فإذا كانت إسرائيل هي العدو فهي من دون شك عدوا كافيا غير أن البعض لا يكتفي ويقيم خصومات وعدوات حتى مع الإخوة وكأن الفلسطينيين لا تكفيهم معاناتهم حتى يزيد منها الصراع على الشرعية بين فتح وحماس وتأتي الأزمة الجديدة لتزيد الانقسام بين الفلسطينيين وتقدم هدية للاحتلال الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني ألغى المجلس التشرعي فرد المجلس بنزع الأهلية عن أبو مازل مؤشر مؤكد على أن الصراع بين الجانبين إلى مزيد من التصعيد وأنه بغض النظر عن أي طرف هو على حق ومن هو المخطئ فإن الخوف الأكبر من أن يتعمق الانقسام ويصبح الانفصال بين الضفة وغزة أمرا واقعا لتبدأ مسيرة تصفية القضية الفلسطينية ومعاشته من نضال وتضحيات ومقاومة لسنوات وعقد إذن الملف الفلسطيني سيكون هو ملف المسائية لهذه الليلة ونبدأ من آخر الأخبار حيث صادق المجلس التشرعي في غزة بالغالبية على مشروع قرار لنزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار يتوقع أن يزيد من تفاقم الأزمة على الساحات الفلسطينية نزع الأهلية السياسية والقانونية عن الرئيس عباس وتقديمه إلى المحاكمة واعتباره منتهي الولاية خلاصة تقرير وافق عليه نواب حركة حماس في جلسة طارئة للمجلس التشريعي بغزة رفضا لتغول الرئيس على القانون والتشريع وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني كما يقولون من حق المجلس التشريعي بأغلبية الثلاثين أن يعزل رئيس السلطة الفلسطينية هذا من حقنا أن نعزله وبالتالي نحن اليوم عقدنا هذه الجلسة في رسالة واضحة أن محمود عباس لم يعد أهلا وهي رسالة عزل له بل هو منتهي الولاية منذ سنوات لذلك الحل الأمثل والوحيد أن نذهب بتوافق وطني إلى انتخابات عامة رئاسية ومجلس وطني لبناء وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الجلسة التي عقدت بغياب الكتل البرلمانية الأخرى أكد خلالها النواب أن قرارات عباس بحل المجلس التشريعي وصحب موظفيه من معبر رفح مخطط خطير يستهدف فصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن خطوة ستعمق الانقسام بحسب ما يرى متابعون هذا تكريس أكبر للانقسام وترسيخ أكبر لما يحدث بين الجانبين والتي تستكون نتائج وخيمة ليس على مستوى العمل الإداري فقط بل على المستوى السياسي يتعلق بالعلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية إسرائيل تريد فصل قطاع غزة الحل عادة بناء النظام السياسي على أسس موحدة تضمن وجود كل الفصائل تحت قبة برلمان فلسطيني واحدة وطالبت كتلة حماس الجامعة العربية بموقف واضح مما وصفته باقتصاب الرئيس عباس السلطة ودعت مصر إلى وقف التدهور الحاصل على الساحة كما طالبت بإنشاء جبهة إنقاذ تضع رؤية استراتيجية تحمل مشروع الوطني مع اشتداد حالة الاستقطاب السياسي بين حماس وفتح يخشى مراقبون أن تتجه الساحة الفلسطينية نحو مزيد من الانقسام وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني الذي يكابد الأمرين مرة من الحصار وأخرى من الانقسام الداخلي أحمد غنم غزة الميادين والآن نستقبل ضيوفنا في هذه المسائية أرحب من العاصمة السورية دمشق بمسؤول إداءة سياسية في الجمهة الشعبية لتحريف فلسطين دكتور ماهر الطاهر أهلا بك وسيكون معنا بعد قليل دكتور طاهر ربما الاتصال يجهز بعد والآن معنا في السوديو أيضا مسؤول حركة حماس في لبنان سيد أحمد عبدالهادي أهلا بك دكتور ومعنا من أريحة اللواء توفيق الطيراوي وهو عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أهلا بكم جميعا في الواقع نحن نريد لهذه الحلقة أن نفهم وجهة النظر المختلفة ولأن الخطوة الأخيرة اتخذتها حركة حماس سأبدأ معك دكتور عبدالهادي لماذا ذهبتم إلى هذا الخيار؟ تقصد القرار المجلس التشريع بسم الله الرحمن الرحيم أولا مسيكي بالخير وسادة المشاهدين والإخوة الضيوف أيضا حقيقة نحن نعيش الآن وللأسف بيئة انقسام وفي بيئة الانقسام يمكن أن يكون هناك فعل وردة فعل وما جاء اليوم على لسان المجلس التشريع الذي انعقد في غزة ووافق على قرار أو على توصية الدائرة السياسية أو اللجنة السياسية في المجلس التشريعي بنزع الشرعية جاءت ردة فعل على مجموعة من القرارات ومن السلوكيات ومن ضمنها حل المجلس التشريعي ومن ضمنها الانسحاب من المعابر وهناك تصعيد أيضا في الخطاب وهناك اعتقالات أيضا في الضفة الغربية بيئة الانقسام يمكن أن يحدث فيها أي شيء خصوصا أنه لا يوجد حتى الآن هامش للتقارب على خلفية ما تم الاتفاق عليه سابقا وخصوصا فيما يعني ملفات المصالحة عام 2011 بشكل أساسي وما تلاها عام 2017 سواء في بيروت في مطلع العام أو في شهر 10 أكتوبر عندما تم الاتفاق على آليات تفصيلية لإتمام المصالحة بيئة الانقسام معروف يمكن أن تتضمن أفعال وردود أفعال وبالتالي ما أشرت إليه هو ردت فعل على ما حصل خصوصا أن المجلس التشريعي يعتبر نفسه بأنه لا يمكن لأي جهة قانونية أن تحله استنادا إلى المادة 47 و47 مكرر التي لا تجيز لأي جهة ولا للجنة الدستورية أن تحل المجلس التشريعي وحتى يأتي مجلس تشريعي آخر كما لا يمكن حله حتى في حالات الطوارئ أنتم متمسكون بالمجلس التشريعي بكل الطرق القانونية أنتم متمسكون بوجود هذا المجلس التشريعي رغم أن السلطة تقول أنها حلته وهنا أريد أن أذهب إليك ست لواء لأسألك دكتور عبدالهادي يتحدث عن فعل ورد الفعل السلطة بدأت بفعل بحل مجلس التشريعي ردت عليها حركة حماس طبعا النواب حركة حماس يعني الآن نحن أمام معضلة أنكم السلطة تقول بأن هذا المجلس هو مجلس قد حل يعني أي قرارات تصدر منه لا قيمة لها بينما المجلس متمسك بنفسه نحن أمام أي إشكالية الآن وماذا ستفعل السلطة بعد هذا القرار من المجلس التشريعي يعني إذا كان هو بيحكي عن فعل ورد فعل طب يسألي ليه للسيد أحمد عن فعل الانقلاب اللي قبل 12 سنة يسألي ليه عن فعل اختطاف غزة يسألي ليه عن فعل اختطاف شعب غزة كله هذا الفعل الأساسي اللي إحنا وصلنا فيه لما نحن عليه الآن أولا أعتقد أن الإخوان ما فهموا ولا عرفوا ولا تابعوا كيف جرت الأمور لماذا أخذت المحكمة هذا القرار أولا الأخ أبو مازن لم يذهب على الإطلاق للمحكمة الدستورية ولم يطلب من المحكمة الدستورية إلغاء المجلس التشريعي ما جرى أن ثلاثة من النواب رفعوا دعوة أمام المحكمة العليا المحكمة العليا قالت هذا مش اختصاصي رفعته للمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية هي قررت بذلك على ضوء الإخوان اللي رفعوا الشكوى من المجلس التشريعي ولم يذهب أحد إلى المحكمة الدستورية وبالتالي قررت المحكمة الدستورية شقين الشق الأول إلغاء المجلس التشريعي أو حل المجلس التشريعي والشق الثاني الانتخابات طب ليش إحنا رحنا تعليقا وصراخا وبكاءا على المجلس التشريعي ولم نذهب على الانتخابات لم نتكلم بالانتخابات ما هم بيقولوا أنه خلال ستة شهر لازم يصير فيه انتخابات بعدين إيش يعني هالمجلس فاقد الأهلية يا سيدتي اللي بيشيل أهلي عن صاحب الأهلية مباشرة ما الذي يضمن أن هذه الانتخابات ستحصل هناك ألاف العقد والعقبات أمام حصول هذه الانتخابات ما الذي يضمن أنها ستحصل والله يا سيدتي أنا أقول لك لا ستحصل لأنه الانتخابات نحنا كلنا كنا ضد الانتخابات والوحيد اللي كان مع الانتخابات الأخ أبو مازن في الانتخابات في الدفا وغزة يعني ستحصل كلنا نبهنا في هذا الموضوع طب ما هو أنت بدك إذا بدك تقاطعيني هيك كل خمس دكاية لا أريد أن أفهم لا أريد أن أفهم لا أريد أن أكمل فكرة أنا خلينا أكمل فكرة وأنت عندك معلومات بدأ أفهم منك هل ستحصل بالدفا وغزة تعطيك المعلومات أنا يلا تفضل تحصل بالدفا وغزة إذا كان هم بدهم انتخابات تحصل بيجي مراقبين عرب بيجي مراقبين أجانب هؤلاء المراقبين بيجوا بيتفضلوا بيشرفوا على الانتخابات بشكل أساسي وهذه الانتخابات هي اللي بيفوز فيها يتفضل يحكم فلسطين ويستلم لما صارت الانتخابات كلنا قلنا بدناش انتخابات وصر الأخ أبو مازن بدي انتخابات وفازت حركة حماس وتسلموا الراي تسلموا الوزارة وصار عندهم وزارة وصار عندهم حكومة وصار عندهم كل شيء ليش راحوا لفعل الانقلاب مدام هم اللي كانوا بحكمه وهم الحكومة وهم كل شيء ليش إذن راحوا لفعل الانقلاب والسيطرة على غزة يا سيدة كلمتين بدي أقولك إياها خلي العالم كله يسمعني عن قضية غزة شارون قال أني أنا انسحبت من غزة لأني وضعت القضية الفلسطينية في داخل قنيني وأغلقتها ورميتها في البحر شو معنى هذا الكلام؟ ارجعوا لهذا الكلام اللي قالوا شارون تعرفوا أن كل الذي جرى في غزة والانقلاب الذي جرى في غزة وقبل انسحاب شارون هو يصب في خانة انهاء القضية الفلسطينية وانهاء مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة سيدة لواء فقط أنا أريد أن أوضح نقطة في هذا النقاش نحن نستقبل ثلاثة أطراف لكل لديها مواقف والانقسام الآن أصبح أكثر حدية نحن كنا في مرحلة تأمل بالمصالحة الآن انقسام أصبح أكثر حدية لا نريد أن نعمق الانقسام في هذه الحلقة أنا فعلا أريد أن أفهم لا نريد أن نعمل مشاكل لزيادة بين الفلسطينيين هذا هو هدف الحلقة نريد أن نفهم وجهة نظر كل طرف هذه فقط ملاحظة بسيطة قبل أن نتابع النقاش سأذهب إليك دكتور ماهر الطاهر ما رأيكم بالخطوة التي اتخذتها حركة حماس بداية؟ يعني خطوة المجلس التشريعي اليوم التي اتخذها بعزل الرئيس محمود عباس توافقون على ذلك؟ لا لا نوافق على ذلك وهذا خطأ كبير يعمق الانقسام ولكن اسمحيلي بالقول يؤسفني القول أن الوضع الفلسطيني يشهد ويعيش حادث مفارقة عجيبة غريبة تثير الدهشة وتثير الاستغراب في الوقت اللي شعبنا الفلسطيني الباسل على أرض فلسطين يسجل بطولات وصمود أسطوري في القدس في الخان الأحمر في المحتل من أرضنا عام 48 على أرض قطاع غزة الباسل مسيرات العودة قوافل الشهداء في الوقت الذي يوجه فيه هذا الشعب يوميا الرسائل بأن مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية لن تمر بذات الوقت نشهد تعمق الانقسام وتكريس الانقسام وكأنه سيصبح حالة أبدية وكأننا سنصبح أمام فصل حقيقي لقطاع غزة عن الضفة وهذا ضمن إطار صفقة القرن وضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية دكتور هل هناك طرف بذاته يقوم بذلك أم أن الطرفين نحن نتحدث عن حركة السلطة الفلسطينية وحركة حمس هل الطرفين يقومان بذلك أم هناك تتهمون طرف معين بأنه يذهب بهذا الاتجاه لا لا نحن قلنا من البداية إذا بدنا نعيد التذكير بمواقف الجمهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما حصل الحسم العسكري في قطاع غزة أدننا هذا الموضوع إدانة شديدة وواضحة وقلنا بأن هذا سيفتح الباب أمام وضع كارثي في الحالة الفلسطينية وسيزرع انقسام عميق عندما تم حل المجلس التشريعي من السلطة ومن المحكمة الدستورية قلنا هذا خطأ ولن يعالج المسألة وهذا خطأ كبير سيعمق الانقسام ولن يؤدي إلى حلول واليوم الخطوة التي اتخذتها حماس أيضا في قطاع غزة خطأ كبير سيعمق الانقسام ويكرس الانقسام وبالتالي نحن أمام حاله من الطرفين هناك أخطاء كبيرة تقترف لا يجوز استمرار هذا الوضع هناك مفارقة عجيبة غريبة شعب يقاوم وقيادات تتصارع على سلطة أشغلونا بسلطة وهمية شكلية بدأنا نتصارع عليها وهي لا تستحق كل هذا الصراع لأنه في سؤال كبير بدأ فعلا يدخل بعقل كل إنسان فلسطيني هل يعلو التناقض الداخلي بين حركتي فتح وحماس على التناقض الرئيسي مع الاحتلال الجاثم على كل أرض فلسطين نريد إجابة على هذا السؤال أصبح الآن التناقض الداخلي يطغى على التناقض الرئيسي مع الاحتلال ونسينا شيء اسمه إسرائيل وإسرائيل هو المستهد الأول وهي تضحك أنا ما يجري دكتور تهر هذا العنوان العام والأساسي ولكن أنت حدث قليلا بالتفاصيل أنت قلت أن قرار عزل الرئيس محمود عباس هو خاطئ ما رأيك دكتور عبدالهادي دعيني أوضح بعض النقاط يعني أنتم تعمقون الانقسام بردكم على الفعل أنت تحدثت عن فعل وردت فعل أنتم تعمقون الانقسام عندما تحدثت عن ما تم في اليوم من اعتبار أبو مازن رئيسا فاقد الشرعي من المجلس التشريعي أنه ردت فعل كنت أعني بأن موضوع التشريعي كان جانبا قبل حله من قبل أبو مازن بناء على توصي رفعة للجنة الدستورية وهون أنا بأكد حتى لو نواب رفعوا دعوة وحتى لو الرئيس أبو مازن طلب ذلك ليس من صلاحيات اللجنة الدستورية أن تحل المجلس التشريعي وجدت في القانون الأساسي الفلسطيني اللجنة الدستورية لمهمتين الأولى تفسير القوانين والمواد المسألة الثانية الحكم بين السلطات أن تكون حكم أما أن تحل المجلس التشريعي مين ما يرفع توصي ومين ما يرفع دعاوة لا يجوز لها وليس من صلاحياتها وفق المادة 47 و47 مكرر ثم وفق المادة 130 اللي بتقول حتى في حالات الطوارئ لا يجوز حل المجلس التشريعي إلا بانتخاب مجلس جديد يستلم محل القديم هذه مسألة المسألة الثانية إذا أردنا في هذه الحلقة التي آمل أن تكون موضوعية كما أشارتي وأنا أنوي أن تكون كذلك إذا كان الحديث عن الفعل الإنقلاب أستطيع أن أسرد في هذه الجلسة كثير من الأفعال التي سبقت هذه الخطوة الاضطرارية في ذلك الوقت وتتلخص بك الإنقلاب يعني مش الإنقلاب الخطوة التي سماها الأخ ماهر الحسم كل واحد بسميها مثل ما بده أنا بسميها خطوة اضطرارية جاءت نتيجة بس بدي أحكي شغلي بهذا الموضوع إذا أردنا أن نعود إلى الوراء كثيرا لأما هو عاد إلى الوراء الأخ أبو حسين الله جزيء الخير مجازر ارتكبت في ذلك الوقت بحق حماس وقيادات حماس فاتخذت خطوة اضطرارية لا نريد ولا نرغب ولا نقبل أن تتكرر المسألة الثانية بخصوص هذه القضية قبل حل المجلس التشريعي خلينا نسأل حالنا سؤال كيف كان الموقف الفلسطيني كان هناك جهود مشكورة من مصر وما زالت حتى هذه اللحظة تحاول أن تنهي الانقسام من خلال إتمام المصالحة وقد بذلت جهودا مضنية حقيقة كل الشكر لها من أجل أن ننهي هذا الانقسام ونصل إلى إتمام المصالحة لأننا بأمس الحاجة في هذه المرحلة بالذات إليها والجهود المصرية مستمرة بغض النظر أننا لم نحقق شيئا لماذا يحل المجلس التشريعي حماس غير ملتهي بموضوع سلطة أو غير سلطة يا أخ ماهر حماس هي وإنتو كجبهة شعبية وكديمقراطية وكجهاد فصائل المقاومة في غزة لا مشغول بمقارعة الاحتلال وما تنسى ولا الإخوان أكيد المشاهدين خلال الأيام المضيط الأسابيع على الأقصد خاضت حربا مشرفة وكرست معادلة الرعب والتوازن والقوة مع الكيان الصهيوني والمقاومة نفسها اللي على رأس كتائب القسام مع شركاءها من فصائل المقاومة أحبطت عملية استخبارية بسبب جهودها خلينا بس أكفي النقطة التي تعتبر جزء من المقاومة نحن منشغلون وإياكم وكل فصائل المقاومة بغزة بالمقاومة ونحن نراكم القوة في غزة من أجل مقارعة الاحتلال حتى تحرير أرضنا وإعادة اللاجئين إليها ولسنا منشغلين بشيء له علاقة بالسلطة ونحن نسير في قطار المصالحة بجهود مصرية جاء حل المجلس التشريعي فما الذي اقترب من الموضوع؟ توقيت حل المجلس التشريعي تربطه ببعض التطورات؟ نحن بالنسبة لنا غير مفهوم مجلس التشريعي حله غير مفهوم لم تتحدثوا في الحركة؟ لماذا قام الرئيس محمد عباس نحن نحن عندنا سؤال واحد متكرر كثير النحكة بالدستوري هيا نحن لم تكون져 لفعل سؤال واحد سؤال واحد لماذا تم حل المجلس التشريعي؟ لماذا نعرف لماذا تم سحب الموظفين من المعابر لمين يومين三 لان تكون كثرة ربما تكهنات عندنا سؤال واحد ولا اللي عم بتابع الشأن الفلسطيني هناك جهود مصرية تتكلم عن المصالحة وترعى تهدئة مصر وهناك حوارات مستمرة لم نيأس منها نحن حماس وعندنا استعداد نكمل فيها إن شاء الله لأنه حرصنا على المصالحة كبير تأتي مثل هيك الخطوات اللي ما عندنا جواب عليها هناك من يقول سيادة لواء أن قرار حل المجلس التشريعي ومعطوف عليه سحب الموظفين من المعبر وكل هذا التوتر بين السلطة الآن وحركة حماس هو ما رده إلى الجولات الخارجية للحركة وإلى وجود قياديها وإلى الجولة المرتقبة أيضا لإسماعيل هنية والانفتاح على أكثر من عاصمة تحديدا مثلا على موسكو وأكثر من ذلك يقولون بأن كان هناك ربما تحريد من قبل الحركة على الرئيس محمود عباس هل هذا صحيح؟ يا ستي أولا ما صر لهم فترة طويلة بيروحوا على الدول وبيزوروا وأسماعيل هنية أو خالد مشعل قبله زار موسكو هذا كلام غير دقيق على الإطلاق وبعدين نحن مش خايفين وليش نخاف إذا كان في فصيل فلسطيني بيروح بزور هذه الدولة أو تلك أو بيعمل علاقات بس هذه العلاقات يجب أن تكون مكرسة لفلسطين مش مكرسة للحزب نقطة الأخرى ما حدا يزايد على حدا بالمقاومة المقاومة موجودة بالضف الغربي بالأساس لأن الاحتلال موجود هنا مش موجود في غزة موجود حوالين غزة الاحتلال فاللي عنده بتع يتفضل يجي يبتع أهلا وسهلا فيه أما أنا بقول نعم أنا مع الأخ طاهر دكتور طاهر بكل ما قال عفوا أنه إحنا يجب أن نذهب إلى مقارعة الاحتلال ولكن خليني بس أنا أذكر شوي ألمع الذاكرة طيب إذا إحنا منذ صنعاء منذ ورقة صنعاء ومكي بعد مكي صار الانقلاب ورحنا على القاهرة ووقعنا وركة القاهرة ووركة الدوحة ووركة الشاطئ لم يكن هناك من ورقة ما وقعناهاش وبالتالي شو النتيجة النتيجة أن الأخ أحمد بيقول أنهم بدهمش السلطة أكثر ناس متغولين في السلطة وسلطويين هي حركة حماس وبعدين اسماعيل أقول لك ستي أنت والمشاهدين أنا بحكيش باسم السلطة أنا بحكي باسم حركة فتح وبعطي رأي حركة فتح مش رأي السلطة لأنه في كثير من القضايا للسلطة أصلا أنا بنتقدها فاللي بدأ أقوله نعم نحن يجب أن نذهب إلى مقارعة الاحتلال وننهي هذه المهزل الموجودة ذهبنا كثيرا وتنازلنا كثيرا واثنعشر سنة وإحنا نفاوض أنا واحد من الناس رأيي أنا الشخصي توفيق التراويه كنت من البداية ضد المفاوضات أما إحنا نقعد نفاوض اتناعشر سنة حتى نوصل إلى حل إلى إنهاء الانقسام كارثي طب ما كانت تصير عندنا مشاكل في بيروت وكان يصير فيه عندنا أطلق نار في بيروت وكان يصير فيه عندنا ضحايا وإلى آخره وبذكر أخي الدكتور الطاهر وغيره من الناس بس ولا مرة رحنا لحسم لا سمحنا بحسم ولا رحنا لحسم وكانت تقال لها غابة البنادق أو ديمقراطية البنادق ما معنى يعني أنت إذا حصل حدث هنا أو حدث هناك أنت بتروح وبدأك تحسم وتأخذ غزي والتصريحات التي طلعت بعدين وبس ديئة وبعدها سيد الزهار بيقول نحن سنذهب إلى الضفة ونأخذ الضفة ونصلي في المقاطعة يا سيد أهلا وسهلا فيك شبت قليلي خلت بعد تحريرها من الاحتلال بس لا مش صح بمسألة حركة حماس والسلطة أنت قلت أمر يعني ملفت فيما يتعلق بالسلطة ولكن في أول إجابة لك قلت لنا سيد لواء أن ستذهبون إلى انتخابات واللي بده يحكم فلسطين إذا حصلت الانتخابات اليوم وفازت حركة حماس بعض الانتخابات تقبل بأن تحكم هي فلسطين طبعا كما قبلنا سابقا اللي عنده بتعيب تعليب اللي بينجح أهلا وسهلا فيه بنسلم المفاتيح إذا هو فاز وإذا نحن فزنا بسلمنا المفاتيح يا ستي طب ليش ما تكون المفاتيح مشتركة أصلا بين كل القوى الفلسطينية ليش ما تكون كل النسيج الوطني الفلسطيني هو اللي بيقود الساحة وهو اللي بيكون موجود في مرحلة نضالية يا سيدتي كل هذه السلطة سواء كانت في غزة وفي الضفة خذي مني محكومي بجندي على حاجز الاحتلال افهميني عشان هيك يجب أن يفهم هؤلاء الإخوة اللي موجودين في غزة واللي عايشين في عالم آخر غير العالم اللي إحنا موجودين فيه بيعتقدوا أنهم صاروا أباطرة أنا بقولكم الجند الإسرائيلي هو بالأساس الذي يتحكم في كل شيء انظروا رمالله كلها الآن مستباحة كل أرضنا كل أوضاعنا الإسرائيليين موجودين فيها تعالوا نناضل سويا تعالوا نقاتل سويا لماذا لا نجدكم في الغان الأحمر لماذا لا نجدكم في بلعين ونعلين وكل مناطق التماس والاشتباك مع العدو الإسرائيلي الصهيوني لماذا نلاقيه فضلوا دكتور ماهر الطاهر لأننا تحدثنا عن مسألة الانتخابات هل تعتقد أنها الحل الأفضل لكل هذا الانقسام الكبير الآن بين طرفين كل منهما يعني يظن أنه هو الذي يمتلك الحق بالحكم بالسلطة شوفي يعني لن يستطيع الطرف في الساحة الفلسطينية إقصاء الطرف الآخر وإلغاؤه لا حماس بتقدر تقصي فتح وتلغيها ولا فتح بتقدر تقصي حماس وتلغيها ولا يمكن إلغاء أي فصيل الساحة الفلسطينية اقتلاف في مجموعة قوة وإحنا في مرحل التحرر وطني يجب أن تتجمع كل هذه القوة وتتوجه نحو التناقض الرئيسي مع الاحتلال مشكلتنا نعم لا أنا ما بوافق الأخ أحمد حماس انشغلت بالسلطة وفاتح انشغلت بالسلطة ومشغول بالسلطة وأشغلونا بسلطة وهمية كاريكاتيرية ما بتعني شيء والإسرائيل والحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني على الأرض كل يوم بنفذ مخططاته شمعون بيرز سأل رئيس أحد الدول الأوروبية لما وقعت اتفاقات أوسلو قال له كيف أنتوا يعني مش قال ما تشعروا بقلاق أنه هاي القيادات الفلسطينية بدها تدخل للضفة ولغزة وبدو يجي ياسر عرفات وبدو تيجي قيادات فلسطينية وإلى آخره مش شاعرين بقلاق يعني تحطوهم بعبكم كان جواب بيرز إحنا جايبينهم نحطهم بقفص وهذا القفص بدنا ننضل ندعس عليه ندعس عليه ندعس عليه ندعس عليه حتى يتلاشى هذا الوضع الخطير اللي إحنا عم نعيشه في الساحة الفلسطينية الآن فيه انشغال بالسلطة حماس انشغلت كثير بموضوع الموظفين والعاملين والرواتب وإلى آخره فتح مطلوب منها توافق على مسألة الشراكة الوطنية وهذا أمر يجب أن يعطى عليه جواب واضح من حركة فتح هل تقبلون بشراكة حقيقية في الوضع الفلسطيني قال سيادة لواء ليس ردين المشكلة تريدون الاستئثار والاستفراد بالقرار سواء المجلس المركزي أو المجلس التنفيذية أو المجلس الوطني أو غيره لماذا؟ ما هو كل اتفاقات المصالحة نصت على تقاسم السلطة وكان هناك موافقة من كل الأطراف عليها فعليا على الأرض ما في مشاركة وشراكة حقيقية أنا برأيي الحل لا بحل المجلس التشريعي وهذا كان خطأ ولا مبرر له ومش هذا العلاج رغم أنه إحنا مش مقتنعين بكل السلطة حقيقة ولا العلاج نزع الشرعية عن الرئيس ولا العلاج نشيل الناس عن المعابر هذا كله بيؤدي إلى تكريس الانقسام بشكل نهائي وفصل غزة عن الضفة يجب أن نعي أنه إحنا أمام خطر حقيقي لذلك الحل الحل يبدأ فعلا إذا كنا صادقين ومخلصين بأن التناقض الرئيسي مع الاحتلال وأن التناقض الداخلي لا يعلو على التناقض الرئيسي مع الاحتلال وإلا منكون ضعنا وفقدنا البوصلة كما هو حاصل حاليا ما هو الحل؟ الحل حوار وطني فلسطيني شامل يجري في دولة عربية في دمشق في القاهرة في الجزائر في تونس في بيروت في أي مكان يتفق عليه تعالوا نبحث هذا الوضع الفلسطيني وتكون نقطة البدء مرضمة التحرير الفلسطينية وأنا حابب أقول فيما يتعلق بالانتخابات المجلس التشريعي أو الرئاسي جوا ومن قال أن إسرائيل ستسمح بإجراء انتخابات إسرائيل مرتاحة ارتياح عميق لوضع الانقسام القائم حاليا وبالعكس بدها تعمقه وبدها تأبده وبدها تكرسه بصورة نهائية لذلك مش رح تسمح بانتخابات لذلك إحنا يجب أن نبدأ بموضوع المجلس الوطني الفلسطيني حوار وطني فلسطيني في عاصمة عربية وليس تحت مصطار الاحتلال لأنك أعطيتنا الحل هذا الحل الحوار وطني فلسطيني شامل ونيأجي نشوف الاتفاقات اللي وقعناها خلال 11 عام الماضي دكتور المسألة الحل الذي تقترحه بالحوار إلى ما هناك أيضا ربما قد يكون دونه عقبات سأناقشك بعد قليل بذلك وأيضا ضيوفنا ولكن أريد أن أعود إلى النقطة التي تحدثنا عنها قبل قليل وهي زيارة بسؤلين حماس تحديدا سيد سماعيل هانية إلى موسكو معلومات صحفية كانت تقول بأن هناك فعلا مسألة سحب الموظفين من المعبر لذلك سألتك دكتور عبدالهادي كانت لأن هناك محاولة لعرقلة هذه الزيارة من قبل السلطة والأكثر من ذلك أن ربما وصل إلى السلطة أو إلى الرئيس عباس أنكم في الزيارات الخارجية ربما توصون بأن يتم إزاحة الرئيس عباس عن الحكم الآن وسائل أعلام إسرائيلية تقول الآن وصلتنا أنه بدغت من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ألغيت الزيارة المقررة لسيد سماعيل هانية إلى موسكو بدأت صحيح ألغيت هذه الزيارة أم لا لم نبلغ رسميا من الإخوة في مصر أن هناك منع للأخ أو العبد هانية المصريين ضمنوا أن يخرج مهيز عم تحكي الموضوع شقين شق الأول له علاقة بالخروج من غزة ثم من مصر والشق الثاني له علاقة بهالبلغنا رسميا من روسيا بأنه ألغيت الزيارة أو لا هاي لم تتم وهذه لم تتم وبالتالي هي تسريبات صحفية ليس لها أصل بتاتم لكن دعيني يوضح بس مسألة صحب الموظفين هي لها علاقة بالزيارة بالنسبة إلينا قلتلك عندنا سؤال يتكرر في محطات كثيرة وهو لماذا يتم ذلك من ضمنه حل المجلس التشريعي بينما كنا مشغولين بمحاولات جادة برعاية مصرية مشكورة في موضوع المصالحة كما السؤال غير مفهوم بخصوص صحب الموظفين فجأة بدون علم ولما سألنا الأشقاء في مصر قالوا ليس لدينا علم بهذا الأمر ونحن تفاجأنا مثلكم وبالتالي السؤال مطروح عندي توضيح لي أكثر من قضية بشكل سريع لو سبحت بس صحيح أنكم في الزيارات الخارجية يعني تتحدثون الآن بلغة أنه يجب إزاحة الرئيس محمود عباس قطعا غير مطروح عندنا هذا الأمر بزياراتنا الخارجية المطروح فقط هو كيف نؤمن الدعم للقضية الفلسطينية من كل الأفريقاء سواء كان دوليين كالروس لم تحردوا عليهم أبدا كالروس وغيره أو أشقاءنا العرب والمسلمين فقط العنوان هو كيف ندعم الشعب الفلسطيني قضية فلسطين المقاومة في فلسطين كيف يمكن أن نؤل بالرأي العام العالمي وأحرار العالم وأشقاءنا العرب والمسلمين على الإجراءات الصهيونية المتغطرصة على ماذا تريد أن تعلم عندي توضيح كثير نقاط لا على السريع على السريع بالنسبة للانتخابات لماذا لم نتوقف عند موضوع الانتخابات الدعوة إلى الانتخابات فقط جاءت للمجلس التشريعي بينما كل الاتفاقات بيننا وبين الإخوة في فتح والإخوة الآخرين في الفصائل هي انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وبالتالي الدعوة فقط لحل الانتخابات للمجلس التشريع خطوة غير منطقية المسألة الثانية كيف نجري انتخابات للمجلس التشريع حتى لو وافقنا على هذه الخطوة مع أنه غير موافقين عليها كيف ستجري فقط في الضفة الغربية والأهم من ذلك كله كيف تجري في إطار عدم وجود توافق وطني حول هذه القضية هي ستجري حكما بس في الضفة يعني ما هو إذا لم يتم التنسيق مع كل الفصائل ومن ضمنها حماس في غزة كيف يكون هناك انتخابات للمجلس التشريعي في الضفة وفي غزة هو يتكلم عن الضفة لكن كيف ستتم ستتم في غزة ولم نتشاور حول ذلك ولم تأتي في سياق التوافق الوطني اللي حكمة الاتفاقات اللي أشار إلها الأخمار المسألة الثانية بالنسبة لي المقاومة في الضفة الغربية نعم نحن وفصائل المقاومة كلها ومن ضمنها كتاب شهداء الأقصى في حركة فتح في الضفة الآن تعمل مقاومة في الضفة المقاومة في غزة والمقاومة في الضفة والمقاومة في القدس أينما وجد احتلال فهناك مقاومة إن لم يكن داخل غزة هناك صهاينة هناك مقاومة وفي الإشارة إلى الجند الذي يتحكم بالفلسطين لا الجند في الوقت الذي يسرح ويمرح في الضفة الغربية للأسف وهون في مفارقة فهو مهان بفعل ضربات المقاومة والمقاومة المشتركة وليست مقاومة حركة حماس وغرفة العمليات المشتركة ليس الجند الصهيوني بينما الكيان الصهيوني كله اهتز وليبرمان استقال وكانت تسقط حكومة نتنياهو بفعل ضربات المقاومة المشتركة في غزة وبالتالي أينما وجد الاحتلال وهنا لا نزاود ليست حماس التي تقاوم وحدها الإخوة في حركة فتح يقاومون من خلال شهداء الأقصى سواء في غزة أو في الضفة وأيضا الفصائل الأخرى تقاوم ذكر أخونا الأخ ماهر كلامه صحيح مسألة الحوار الوطني يا أخ ماهر أنتم ونحن وجميع الفصائل هل يمكن أن أترك مسألة الحوار الوطني سأتوسع فيها دعونا جميعا لحوار وطني لكن إخوانا في حركة فتح الأخ أبو مازن حتى هذه اللحظة لم يوافق على حوار بعد الفاصل سنذهب إلى فاصل قصير هناك نقاط كثيرة سترد عليها سيدة لواء أكيد أعلم ذلك ومسألة الانتخابات قبلية إجراء هذه الانتخابات ومسألة الحوار الوطني أيضا مسألة شائكة بعد الفاصل فاصل قصير مشاهدنا ونعود أهلا بكم من جديد إلى المسائية في القرار الحمسوي يمكن قراءة الكثير بين السطور ولكن أين تكمن العقدة الحقيقية طبعا في قرارات المجلس تشريع الأخيرة هل هي في الخلافات التي لا تنتهي بين الحركتين بين فتح وحماس أو بكيفية مقاربة الصراع مع العدو الإسرائيلي من أساسه جراسيا بيتار مرحلة ربما هي الأسوأ تشهدها العلاقة بين حركتين فتح وحماس مجموعة خطوات تصعيدية متبادلة تكفلت بتطيير المصالحة المنشودة والتي سيجد الوسيط المصري صعوبة كبيرة في إيجاد أي منفذ للخروج منها هل تجاوز الصراع الخطوط الحمر ووصلت الأمور إلى نقطة لا عودة؟ تبدو هذه الأسئلة مشروعة نظرا لمفاصل المشهد فالمجلس التشريعي الفلسطيني الذي تملك حركة حماس الغالبية فيه يقرر عزل محمود عباس الذي كان قد قام بتشفيف المنابع المالية مع قطاع غزة ولاحق مؤيدي حماس في الضفة وسحب موظفي السلطة من معبر رفح البري وأخضع غزة لسلسلة عقوبات اقتصادية صارمة شمالة الكهرباء والرواتب والقروض المالية وبدلا من توجيه السهام ضد المحتل هما الفصيلان يتبدلان الاتهامات والقنابل الصوتية عباس يقول للمجلس إنه كيان غير موجود بعدما حلته المحكمة الدستورية الشهر الماضي والمجلس يرد عليه ولايتك غير قانونية أصلا تتلهى الحركتان بأمور كثيرة بينما المطلوب واحد لا مكان في أجندتهما لأي خطة ممنهجة لمواجهة العدو لا مكان لتضحية الشهداء وعذبات الأسرى وصمودهم الأسطوري كل القضية الفلسطينية بشهدائها وأسراها وأبطالها وملاحمها وسموها في واد وكباش الفصيلين في واد آخر فهل الحل بعزل عباس مثلا؟ وهل تكمن المشكلة أساسا في الأشخاص أم في المسار بحد ذاته؟ وماذا لو ذهب عباس نحو مزيد من التشدد وأعلن غزة إقليما متمردا كما يتوقع البعض؟ ما هي نتيجة هذا الضغط المتبادل غير إضاعة الأرض وإضاعة الوقت لصالح إسرائيل؟ الخطط في إسرائيل مقابل الإنفعالية لدى الفلسطينيين إسرائيل هي من يضحك في النهاية ومنذ زرعها في المنطقة أصلا تستفيد من انشغال الفلسطينيين بانقساماتهم منذ ما قبل عام ثمانية وعربعين فتسجل ارتفاعا في عدد المستوطنين في الضفة بنسبة ثلاثة في المئة خلال عام واحد هي تقدم الأرض والقضية والفلسطينيون يتناتشون فتاة أرض لا يحكمونها أصلا طبعا نحن متفقون على أن المستفيد الأول هي إسرائيل من كل ذلك سياتلواء تفيق تيراوي أعود إليك أضل الجنة المركزية في حركة فتح هل أصبح الآن واقعا مسألة الفصل بين الضفة وغزة؟ يعني بالنسبة لكل ما يحدث الآن الاتهامات المتبادلة مسألة الصراع معاشات الموظفين كل إدارة غزة بكاملها هل أصبح الفصل واقعا حتى ولو يعلن عنه؟ يعني خليني بس أوضح كم نقطة وأقول لك أنه سبب الأساسي لانفصال غزة عن الضفة هو هدف إسرائيلي وقعت حماس في شباكو بالانقلاب الذي حصل والإجراءات التي اتخذت بعد ذلك ولكن أنا خليني أجل المعابر لماذا انسحبوا من المعابر؟ لأنه أصلا أصبح لا وجود لهم أو لا عمل لهم لأنه موظفين حماس هم اللي بيشتغلوا هم بيطلعوا الناس وهم اللي بدخلوا الناس والموظفين اللي وضعتهم الحكومي لا علاقة لهم بشيء وهم بقاعدين بس زي شاهد الزور وبالتالي شاهد الزور ما بيصير يظل موجود لأنه هو المسؤول مش حد غيره مسؤول النقطة الأخرى اللي بدأولها أنه طب يا أخ استنى شوي حتى يصدر الرئيس المرسوم مين قالك أنه بدي يصدر مرسوم بس فقط على المجلس التشريعي لا سيصدر المرسوم عن الانتخابات الرئاسية والتشريعي فاستنوا شوي ولكن انتم استأجلين كثير استأجلتوا بالحسم العسكري ومعتقد باستأجلين على كل شيء في هذه الدنيا لو وصلنا لها الكارثة اللي احنا وصلنا لها نقطة الأخرى يا حبيبي يا دكتور ماهر إلنا 12 ثاني بنحاور حاورنا مع كل التنظيمات وحاورنا مع حماس منفردين نحن وياهم وحاورنا في القاهرة وحاورنا في صنعة وحاورنا في الدوحة وحاورنا في كل مكان ولكن الآن أو قبل فترة في آخر شيء بالقاهرة وصلنا إلى مرحلة التطبيق لما رحنا نطبق عملوا عملية اغتيال لمدير المخابرات ورئيس الوزراء ومنعوا الوزراء من دخول الوزارات يا أخي لما كانوا يروحوا الوزراء كانوا يحطوهم بالأوتيل وممنوع تطلعوا راح وزير الصحة ضربوه ضربوه على المعابر شو بتقول لي إنه حوار؟ أنا بدي أعدل للموضوع اللي أنت قلته مش حوار وطني لأن الحوار الوطني جرى وخالفته أو نقضته حماس بشكل كامل اللي أنا بدي أقوله يجب أن يكون هناك استراتيجي وطني تضعها كل التنظيمات الفلسطيني هذه الاستراتيجي تكون مبدأ أساسي كل التنظيمات تطبق وتمارس العمل الفلسطيني وليس العمل الحزبي إلى حساب فلسطين وشعب فلسطين وليس إلى حزاب أن هذا التنظيم ممكن أن يكسب ولا يكسب وهذا أنا بعتقد طرحناه من قبل أربع سنين أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية لمقارعة الاحتلال إحنا عنا في الضفة الغربية واللي وافقوا عليها الإخوان في حماس وافقوا على المقاوم الشعبي أين هم في المقاوم الشعبي؟ لا نراهم المقاوم الشعبي كمان فعل مهم وما يحصل على الحدود مع غزة يا سيدة لواء المقاومة في الحدود مع غزة هي شو تسميها؟ يا سيدتي نعم أنا بقول الجندي الإسرائيلي أو الإسرائيليين في غلاف غزة حوالين غزة صحيح الفعل اللي موجود في الضفة الغربية أن الإسرائيليين في نص مناطق الضفة الغربية ويعيشوا بيننا هذا الموضوع اللي لازم يكون فيه مقاومة أساسية ترتكز على استراتيجية وطنية لكل القوى الفلسطينية ولكن هذه القوى الفلسطينية يجب أن تكون أولا تحت لواء منظمة التحرير مش كل يوم مرة اجتماع في تركيا ومرة اجتماع في بيروت حتى نقدر نعمل منظمة بديلة لمنظمة التحرير ما بيتنا الفلسطيني منظمة التحرير تعالوا نعمل تحته تحت مظلته كل هذا الكلام بعدين اللي بيقول لك أخونا أنه الاعتقالات اللي موجودة في الضفة الغربية شو اللي عم بيصير في غزة؟ اكتحام تلفزيون فلسطين وتكسيره وتدميره هل هذا لصالح مين؟ هذا لصالح الاحتلال طب الاعتقالات اللي موجودة في غزة مئات من كوادر فتح مئات بالسجون معتقلين لماذا؟ لماذا يمنع مهرجان حركة فتح من أن يقام؟ لماذا يمنع مهرجان ذكرى ياسر عرفات؟ منع أنتم ألغيتم ذلك؟ هذا ياسر عرفات لا اسمعيني ذكرى ياسر عرفات هذه الذكرى التي ياسر عرفات لكل الشعب الفلسطيني لماذا تلغى ذكرى؟ أو أن هناك رعب في داخل حماس من الجماهير التي تطلع زي ما طلعت قبل ثلث سنين مليونية؟ بشكل سريع لأنه أريد أن أذهب إلى دكتور طاهر تأخرنا عليه ما رأيك بما نقلته وسائل العلامة الإسرائيلية عن أن الرئيس أبو مازن هو الذي منع زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو؟ طبعا نفذ ذلك دكتور عبدالهدي ولكن أنت ما رأيك بذلك؟ أولا هذا كلام غير صحيح على الإطلاق الأخ أبو مازن أعتقد أنه لما في الأمم المتحدة كان هناك إمكانية أن يقولوا أن حماس منظم إرهابي وقف وأعطى تعليماته لكل مندوبين فلسطين في الأمم المتحدة أن يكون ضد هذا الكلام وأن نقف في وجهه لأن الأخ أبو مازن له مواقفه سواء مع الأمريكان أو سواء مع الإسرائيليين كلمة بدأ أقولها قبل ما أنهي دكتور مرة هو مجتمع مع أبو مازن قال له بلاش عزام الأحمد روح على القاهرة رنع الجرس وقال له يا عزام روح على القاهرة من أجل المصالحة هو الذي قال هو والقياد الفلسطيني طبعا قالت لا لأمريكا أكثر من عشرين مرة أكثر من كثير من الدول العربية اللي ما إدرت تقول للأمريكان لا وقال للإسرائيليين لا دكتور ماهر فيما طرحته قبل قليل بسألت الحوار دكتور عبدالهدي يقول أنهم دعوا إلى الحوار لكن لم يتلقوا دعوة سيد لواء يقول أنه خلق شبعنا حوارات هذا بالدارج نحن الآن يطرح سيد لواء استراتيجية فلسطينية هناك تروحات كثيرة أساسا البنود التي تم الاتفاق عليها في المصالحة يعني لو تنفذ تحلل المشكلة بشكل تام هل المطلوب أن يكون هناك ربما قوة إقليمية أو توافق إقليمي أكبر من الفلسطينيين بنفسهم وبالتالي هنا أسألك عن الدور الروسي هل نحن بصدد تدخل أكبر لروسيا راهنا بدأ يظهر بالاجتماع مع مجموعة من الفصائل هل تعولون على أدوار إقليمية ودولية تقربكم من بعضكم البعض نحن كنا في زيارة لموسكو والتقينا مع القيادة وبحثنا معهم موضوع المصالحة وموضوع إنهاء الانقسام قالوا الأمر يعتمد عليكم يعني إحنا حتى اقترحنا على موسكو أن تجري حوارات بموسكو نفسها لكن كان جوابهم أن الأمر يعتمد على الفلسطينيين وبالتالي الموضوع الإقليمي وإلى آخره في تدخلات إقليمية لكن مع الأسف عما تكون دورها سلبي الأمر يعتمد علينا كفلسطينيين وأنا ما بفهم يعني كلام الأخ توفيق أنه لا ما فيه داعي لحوار إحنا شعب خاضع للإحتلال وإحنا قضيتنا عم تتصفى وعما نقدم شهداء من كل الفصائل بالتالي يجب أن نلتقي وأن نتحاور وأن نتفق وأي استراتيجية فلسطينية جديدة يجب أن تبدأ برأيي من إلغاء اتفاقات أوسلو سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والخروج من كل هذا المجرى اللي جربناه على مدى 25 سنة ماضي مع الأسف يعني نوصل لمرحلة أنه والله فتح يصير عدوها الأول حماس وحماس يصير عدوها الأول فتح وندخل بهذه المتاهات اللي عم يعيشها الآن الواقع الفلسطيني في الوقت اللي محور المقاومة صامد وعن بحقق نتائج على الأرض وفي الوقت اللي الإدارة الأمريكية مرتبكة وحتى إسرائيل نفسها مرتبكة على ضوء التطورات العالمية والإقليمية وصمود سوريا وصمود إيران وصمود حزب الله وصمود الشعب الفلسطيني نحن كفلسطينيين لازم يكون لنا دور أساسي في هذه المعادلة العربية والدولية القائمة وفي ظن هذه التحولات الكبرى وبالتالي علينا أن نجري حوار نعم ونقيم المرحلة السابقة اللي عمرها 25 عام أين أخطأنا؟ أين أصبنا؟ وما هي استراتيجية العمل الفلسطيني الجديد؟ نحن الآن في التجمع الديمقراطي اللي بضم القوى الديمقراطية سنعمل أيضا على توسيع هذا الإطار بفصائل أخرى بفاعليات اجتماعية حتى نقول أنه لا في أيضا اتجاه ثالث في الساعة الفلسطينية سيتمكن بأنه يضغط ويقول للشعب الفلسطيني تحرك أيها الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الانقسام على مين تستضغطون؟ على الشعب ولا على الحماس وفتح؟ لا لا هذا التجمع الديمقراطي اللي تم تشكيله لأنه صار بصراحة عندنا قناعة أنه هذا الانقسام عم بتكرس وبالتالي ما في أفق لمعالجة موضوع انهاء الانقسام الطريق الوحيد المتبقي هو الضغط الشعبي أن نشرك الناس في هذه المعركة أن يقول الشعب الفلسطيني كفى وأن نعمل بإتجاه إعادة الحوار وإعادة اللحمة للساحة الفلسطينية وهذا يتم من خلال منظمة التحرير لكن يا أخت وفيق منظمة التحرير أيضا يجب أن تكون جبهة وطنية ائتلافية فيه هناك مشاركة بالقرار من قبل كافة الفصائل الفلسطينية وليس الاستفراد والتفرد تبقى لدي دقيقة ربما أو دقيقتين طبعا دكتور أحمد منظم جدا يكتب الملاحظات ولكن سأختم معك بسؤال عن معلق الشعور العربية في القناة العاشرة يقول اليوم بأن المواجهة بين أبو مازن وحماس خطيرة هذه المرة ربما ليست كالمرات السابقة لأن أبو مازن قرر التراجع كليا عن كل الالتزامات التي أدت إلى التهديئة ولن يتم تحويل الأموال الأموال القطرية لن تحول إليكم أيضا في غزة هذا صحيح يعني حسب معلومات التي كانت بالأمس ما الأفق الآن يعني ما الخيارات أمامكم أريد أن أكون عمليا بشكل كبير جدا نعم المخرج هو حوار وطني وليس هناك بديل عن الحوار الوطني على قاعدة الاتفاقات السابقة التي حقيقة لا نحتاج إلى اتفاقات غيرها ولكن نحتاج إلى تطبيق إذن الحوار والحوار وليس التفرد اتنين إحنا لم نطرح في يوم من الأيام أننا نريد أن نشكل بديل عن منظمة التحرير الفلسطيني إنما طرحنا شراكة من خلال ما تضمنته الاتفاقات وبالذات 2011-2017 وما تلاها تطبيق ما تم الاتفاق عليه وأن نكون جزءا مثل غير فصائل أخرى وأين المنظمة اليوم الأخ ماهر ليس الآن له أي شيء في المنظمة عقد المجلس ولم يكونه الديمقراطية الآن وضعة أيضا يشبه وهكذا هناك حال التفرد في القرار الفلسطيني وليس هناك شراكي وهذا هو صلب أزمتنا المسألة الأخرى أنا أتحدى الأخ أبو حسين بقول اعتقالات لا أتحدى بس بإيجابة لا أتحدى بس بإيجابة لا أتحدى تحدي إيجابي يجب لي اسم في غزة ما زال معتقلا كما يقول بالنسبة لتلفزيون فلسطين الداخلية ذكرت من هم الأسماء والفصائل شهدت على ذلك وردت الفعل كانت من هؤلاء بسبب قطع رواتي بهم وليس من حماس أو رغي على كل الأحوال الخيار الأوحد لشعبنا الفلسطيني هو الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية تتكرس من خلال حوار جاد مبنى على الشراكة الوطنية ما خطوة بعد هذه الخطوة التشريعي ما الخطوة بعد ماذا ستفعلون سنواصل تواصلنا مع الأشقاء في مصر من أجل أن يبذلوا مزيدا من الجهد في اجتماع مع وفد مصر وهناك وفد سيزور غزة غدا إن شاء الله مصري لاستكمال الحديث حاول موضوع المصالحة بغض النظر عن كل الإجراءات والفعل ورد الفعل الذي حصل نحن حرصون على المصالحة وحرصون على إتمامها وفق ما تم الاتفاق عليه وسيد سماعيل هنيا يذهب إلى موسكو نعم ليس هناك خيار سوى الحوار ليس هناك خيار سوى الشراكة لا نريد بديلا عن منظمة التحرير إلا لكن كما وصفها الأخ ماهر الجميع يشارك فيها وعلى قاعدة المقاومة وعدم الاعتراف بالكيان الصهيون شكرا دكتور أحمد عبدالهدي مسؤول حركة حماس في لبنان أيضا أشكرك ستل وقته في قطراوي وضو اللجنة المركزية في حركة فتح في 72 واحد للآن معتقلين عند حماس وفيه اللي هجموا على التلفزيون اعتقلتهم حماس سمي اسم يا أبو حسين سمي اسم ليس هناك أي معتقل بدون ما أسمي أنا أتحددك سمي بس أنا أسمي لك أسماء مي الآن في معتقلات الضفة هيه قدامي مي موجودين الآن في معتقلات الضفة سمي اسم في منهم أمناء سر الأقليم وأعضاء أقليم الأخ أبو ماهر اليوم عقد لقاء أمناء السر بكل حرية في غزة ليس هناك معتقل الأخ أبو ماهر حلز فيها نشكر دكتور ماهر طاهر في نهاية الحق شكرا لك دكتور طاهر مسؤول دائرة السياسية في الجهبة الشعبية لتحرير فلسطين عن ديبو ميكلنا في دمشق نأمل أن تكون الحلقة الحوارية المقبلة في اتفاق يعني نحتفل باتفاق بين حركتي فتح وحماس الآن نعيد تذكير بعنامين المسائية الصراع على الشرعية بين فتح وحماس يتفاقم بعد حل المجلس التشرعي المجلس ينزع الأهلية عن أبو مازن إلى أين سيصل الخلاف قرارات تعزز الانقسام وتكرس الانفصال بين غزة والضفة هل يبدأ مسار التصفية تصفية القضية وتضيع سنوات المقاومة والنضال لصالح الخطط الإسرائيلية للمزيد من الأخبار والتقارير أمكنكم زيارة موقع الميادين الإلكتروني بلغتين عربية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر